شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن مملكة البحرين تحرص على الاحتفال سنويا بهذا اليوم في إطار الجهود المبذولة للمضي قدما في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ظل إرادة سياسية قوية وترجمة لما جاء في الدستور وانطلاقا من النهج الرائد للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه منوها إلى أن مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام أمر يستوجب تضافر الجهود من قبل شرائح المجتمع كافة وهي مسؤوليتنا جميعا كموظفي دولة ومواطنين ومقيمين وأعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني كجهة إنقاذ للقانون من أبرز واجباتها التصدي لجرائب الفساد والحد منها وذلك في إطار من التعاون والشراكة الفاعلة بين كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فضلا عن المجتمع المدني وجهزة الإعلام بما يضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تضع الخطوط العريضة والأسس العامة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة من جهته أكد العقيد بسام المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في كلمته أن التوجيهات السديدة لمعالي وزير الداخلية لها بالغ الأثر في نجاح الجهود التي قامت بها الإدارة العامة من خلال الدعم المتواصل وتيسير تطبيق سياسة فاعلة تسهم في الكشف عن مواطن الفساد وتساعد في تفعيل آليات التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المحلية والإقليمية والدولية والاستفادة من الخبرات والممارسات المثلى في هذا المجال أفقا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أقرها معالي وزير الداخلية في التاسع من ديسمبر من عام 2003 وقد تم عرض أعمال الطلبة الجامعيين الفائزين في مسابقة أفضل مادة توعوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من منطلق تعزيز الشراكة المجتمعية وهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة وقد قام معالي وزير الداخلية بتكريم الطلبة الجامعيين الفائزين وكذلك الجهات الراعية والمساهمة في الحملة الوطنية لمكافحة الفساد والجهات المتعاونة مع إدارة مكافحة جرائم الفساد